مجرد لأهم الأنباء أهلا ومرحبا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره النمساوي الاكسندر بيلين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعرب فخامتها نصدق التهاني لحكومة وشعب النمسا صديق بهذه الذكرى متمنى لنمسا حكومة وشعبا اضطراد التقدم والاستهار للعلاقات الثنائية بين البلدين مزيد من التطور استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الموقعة عدن بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عددين من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى بلادنا استمرارا للموقف الأوروبي الداعم للحكومة واستكمالا لتنفيذ اتفاق الرياض الترحيب بعودة رئيسها وعضائها إلى عدن والقيام بواجباتها لمواجهة التحديات القائمة جرى خلال لقاء بحث العلاقات اليمنية الأوروبية وسبل تطويرها والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي لليمن في هذه المرحلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وإسناد جهود الحكومة للتعامل معها وفي المقدماء حجد الجهود لتوفير دعم عاجل لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية وتلاف عكاساتها الكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن بسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والقائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي والمبعوث السويدي إلى بلادنا لمناقشة مستجدات الأوضاع والدور الأوروبي للمساهمة في إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية للجهود التي تبذل لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف لمواجهة العدوان المستمر الذي تشنه الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني لافتا إلى أن أهام ميليشيات الحوثي بسيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب وقوة السلاح ستتلاشى أمام صمود اليمنيين وتوحدهم يخوض أبطال الجيش مسنودين بالمقامات الشعبية ورجال القبائل المعارك متواصلة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية جنوب محافظة مأرب وأسفلت المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية إلى جانب خسائر أخرى في العتاد وتزاملة المعارك مع قصف مكثف لمدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات للميليشيات الحوثية والحق بها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بمن عليها من أفراد وعتاد شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثية الإنقلابية في منطقة العالم بمدرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة وقال مصدر عسكري ميداني قوات الجيش هنت هجوم على الميليشيات في جبهة العالم أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير معدات قتالية تابعة للميليشيات وكدى المصدر استمرار المعارك وسط انهيار في صفوف الميليشيات الحوثية ختام الموجز شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة